تعمل البعثة الطبية المصرية بالسعودية بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لاستقبال الديوف الرحمن وتقديم الخدمات العلاجية والواقائية لهم ووصل عدد من تردد على العيادات إلى 19 ألف حاج فيما بلغ عدد المرضى بالمستشفيات السعودية 52 حالة منهم 24 حالة برعاية المركزة وحالة مستقرة بهدف الوقوف على الوضع الصحي للحجاج المصريين عقد رئيس البعثة الطبية المصرية اجتماعا لأعضاء البعثة ورؤساء الفرق الطبية العلاجية والوقائية ومدر العيادات لاستعراض خطط مبعد المشاعر في تقديم الخدمات العلاجية لديوف الرحمن أينما كانوا بالعيادات الطبية والوضع الصحي للمرضى بالمستشفيات السعودية الوضع العام الحمد لله مطمئن احنا عندنا حوالي 88 حالة اتحولت للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الصحية السعودية تم خروج بحمد لله 36 حالة لخروج تحصل من ضمن الحالات ما زال بالمستشفيات حوالي 52 حالة في المستشفيات إلى الآن منهم 24 حالة في الرعاية المركزة و28 حالة في القسم الداخلي وبيتم متابعة الحالات دي بصفة دورية وصفة يومية على مدار الساعة لحين إن شاء الله بإذن الله خروجه من المستشفيات بإذن الله كما وصلت عيادات البعثات الطبية عملها في تقديم الخدمات العلاجية والتشخصية لديوف الرحمن إضافة إلى الندوات التوعوية لمنع انتشار الأمراض بينهم من خلال فرق الطب الوقائي التي تجوب أماكن إقامتهم الأعراض التي تنحصر في نزلات برد انتجة تغير المناخين ما بين المناسك وما بين الفند والإقامة إجل هذا عضلي ليس إلا الأمور كلها مسترابة بسيطة المريض بيقدم له أفضل خدمة في أكل وقت وبأكثر سرعة ونحن نظل أن نحن متواجدين 24 ساعة في المكان كذلك بنقوم بعمل المساحات الاستكشافية للحالات بنعمل مسحة الأنف للاشتباه الكوفيد وبنشوف الحالات لو محتاجة أي إجراء طبي زيادة وبنتابع التشخيص بتاع الحالة كمان بنتابع نتيجة الحالة ونعمل متابعة كل 3 أيام وبنتابع المخلطين لكل حالة وبيتم عزل أي حالة يزبط إيجابيتها لحالات الأمراض المعدية عندنا وبنتم فرز حالات الأمراض المعدية عنده يتم فرز حالات الأمراض التنفسية كذلك بيتم فرز حالات الأمراض المعوية ويتم التعامل معها تبقى بالإجراءات الوقائية وبنتم بإكمال الإجراءات الوقائية لكل الحالات قبل ما يخرجوا من بر مصر من التوعية الصحية الشاملة ثم بعد ما جئهم هنا سواء في مكة أو في المدينة خاصة في أنواع الأمراض المختلفة زي الإيجاد الحراري ضربات الشمس التغذية الصحية اللي المفروض الحاج يتوفر لها كيفية التعامل مع المناخ خاصة أن المناخ بيتغير طبعا هنا عن الأراضي المصرية قبول واستعسان من قبل ديوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات لوجستية وطبية من قبل البعثات النوعية وبخاصة الطبية المصرية كل يوم أجيس السكر وأجيس الضغط وعلاج واهتمام والأكل يعني كل الأنواع الخدمات الفندق والمرشدين والدكاترة والأكل المطعم كل حاجة زي الفن ويكون مهتمين بنا زي أمهاتهم بالزبط وربنا يعطح عليكم بخير ودائما كده في الخير معنا دائما كده وما تنسوش الناس الطيبين والكبر اللي زي علىكم البعثة الطبية عشر على عشر البعثة الطبية ما في روحت لها حوالي زيارتين ثلاثة كل الطلبات متاحة ونصايحهم كلها طيبة الحمد لله وتواصل عمل البعثة الطبية المصرية لتقديم خدمتها العلاجية والوقائية لديوفر رحمن أينما كانوا ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا محمد حلمي التلفزيون المصر